تيك توك هو غيزو سوسيال ومنصة التواصل الاجتماعي من بين آخر المنصات التي طرحت على السوق والتي كان نتيجة شراكة بين شركة أمريكية وشركة صينية واليوم الصينيين هم الذين شرعوا تيك توك واللو دياله الخصوصية تيك توك أنه تقريبا البلاسة اللي كتكون التكست قليلة بزاف ما بين يعني البلاسة ديال النص ديال ما هو مكتوب هو اللي أقل اللي تقريبا فقال المنصات اللي كانين اليوم أن التكست تقريبا ما عنده حتى شي قيمة وكل يعني ذلك الاهتمام ديالنا تيكون على مقاطع هذه الفيديو وهذه الخصوصية الثانية أنها مقاطع هذه الفيديو يقسارة بزاف أنا ما شيف اليوتيوب غدي نشوف واحد المحتوى اللي في خمسة دقائق ولا ساعة ولا ساعتين ولا ربعة تسوع ولا في واحد يعني في المنصات الخرى اللي يقدر يكون هو يعني أول بلاتفوم اللي دارت هذي ديال الفورما ديال ديال الفيديو اللي كتكون قصيرة عامة نعم يعني أطوال وغير ما تتجاوش يعني واحد جوش دقيق اللي تيكون غالبا هذك المحتوى اللي كيتمشى وبعد المرة تكون في غير ثلاثين ثانية وكيتمشى بزر نعم المسألة الثانية أنه من بين المنصات اللي الأكتر قوة في معرفة الناس اللي كيستعملون بمعنى يعني نعود الفكرة أن كل منصة كتعرف المستعملين دياله عندها واحد النوع ديال دكا الاصطناعي ولا عنده واحد البروفيل كين عنده فيسبوك فيسبوك يعرف على مصطفى واحد مجموعة ديال المعلومات اللي على حسب هذه المعلومات دوك المحتويات اللي كي يدخله هو الفيسبوك وكي بغي يشوف كان قصرحوا عليه دوك المحتويات اللي على حسب المعرفة ديال الفيسبوك ديال المصطفى غد يعطي المحتويات لها ولكن لك هات شي كامل تيك توك تجوزت جميع المحتويات ومجميع المنصات يعني تجوزت مثلا فيسبوك ويوتيوب و فيسبوك وإستاقرام و تويتار ويوتيوب معرفة ذلك الشخص اللي على حسب عدد ثواني اللي كيدوز في واحد الله فيديو كتحسب يعني كأنه ألغوريثمات وبلما ندخله في المسائل التقنية بأنه باش نلخص الفكرة تيك توك هو ما بين الأدوات اللي كتعرف الأكتر الأشخاص اللي كيستعملوها ولكن الهدف من هات شي كامل زيما باش نجوه من الخار علاش هات شي كامل علاش كينين ألاف ديال المهندسي اللي خدامين وديالناس اللي مختصين في يعني في البسيكولوجيا ديالناس وكينين هات شي كامل باش الوقت اللي كدوزه على هاد المنصة يكون أكبر وقت وليش خصني أنني أكبر وقت خصنيك تدوز أنني نقدر ندير لك الإشهار أكبر عدد من الإشهار اللي فيه المنصة تيك توك غادي تربح أكبر عدد ديال الفلوس يعني كل شي دايز على كيفاش نقدر نجد بك باش دوز أكبر أكبر حسب الأرقام اللي اليوم عندنا في المغرب عندنا مثلا أنه أعتقد آخر رقم كنت قريت أنا تقريبا المغرب اليوم كيدوز واحد ساعتين ونصف في المعدل ساعتين ونصف في اليوم على منصات تواصل اجتماعي واش عندنا مثلا الفرق ما بينش حال كيدوز في تيك توك وش حال كيدوز في منصات أخرى دراسة الزمال أكسر اليوم المغربي جمعتي شي حال1 عند 50 عام كيدوز للوقت والشاب عنده 2-ether 18 عام ومتوسط ديالهم في هذا الشي اللي قلنا ساعتين واربعين دقيقة ساعتين وخمسين دقيقة كيدوزها بساعة بمعنى أن السيد اللي عنده خمسين عام كيدوز نساعة والشاب الحادث الصغير واللي عنده 13 عام كيدوز وقيلة 4 تسوية أو 3 تسوية عام الغريب وإحنا كنتكلمو على هاد المنصة هدي بالضبط يعني اتفاجأت أنا أنه في الأرقام كتلقى هاد الشريحة العمورية دي 12-13-14-15-16 وكتلقى الناس اللي عنده من 60 عام كيفاش نفسروتها هاد الظاهرة هديما من المسائل اللي كتعد يعني المنصة أنها قوية بزاف أنها في الأول بذات كما قلت على التكست على النص ولو عنلي فيديو بحيث أن وخا تكون أمي الأدوات اللي تقدر تستعمل في الهاتف ديالك وما تلعت هتقدر تعيط به تقدر تدخل واتساب وتدير وتسايف نوت أوديو أو لرسالة صوتية والدخل لتيك توك تبقى دوز دوك المحتويات واحد من مور واحد يعني هذا يعني أننا يعني من من أصغر سن 11-9 سنين حتى الـ 70-80 عام كل شيء عنده حضور في هذا المنصة اشتركوا في القناة وشكرا اشتركوا في القناة